نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب صورة بتجمعها بكل من الفنان أحمد صلاح حسني والمنتج ياسر خليل والشاعر أيمن بهجة أمر والمنتج طارق مذكور وعلقت عليها أقرب الصحاب وبتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لطرحة أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى ورغم عودة شيرين للعمل مع عمر مصطفى في عدة أغاني وطنية إلا إن الجمهور تذكر الخلافات اللي نشبت بينهم من قبل وكان الخلاف بين عمر مصطفى وشيرين عبدالوهاب بدأ عندما طلبت شيرين من عمر عدم غناء ما شربتش من نيلها وإنه لو عمل كده الجمهور هيضربه وقبل كده علق عمر مصطفى على وجود شيرين في لجنة تحكيم وقال مفيش مطربة تمسي الجزمة تدوس بيها على زرار التحكيم وغيرها من الأمور الكتير وانتهت الخلافات دي بعد ما أعلنت شيرين عبدالوهاب إن زوجها أن زاك حسام حبيب تدخل بينهم وتسبب في الصلح وقالت شيرين وقتها عمر كان صاحب زوجي من زمان وطلب منه يصلحني وأنا ضعيفة قدام حسام ترجمة نانسي قنقر